كل الدلائل على تحوله إلى دولة فاشلة كانت كافية لتختصر التقرير السنوي للبيت الأبيض حول مناقشات نهاية العام الإقليمية في الشرق الأوسط لتوصف لبنان فذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن أمرا واحدا تحاول الولايات المتحدة التأكدة منه هو أن لا يكون هناك المزيد من الدول الفاشلة في منطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى أن الدول الفاشلة تودي إلى فراغ وهذا الفراغ لا يملأه المعتدلون بل المتطرفون من كل الجوانب ويصبح هناك نوع من المعارك بالوكالة من قبل القوى الأقليمية ووفق تقرير البيت الأبيض فأن لبنان كان لديه كل الدلائل التي تشير إلى دولة فاشلة محتملة وقال لقد عملنا بجد وبهدوء تام لكن دوروثي شي سفيرتنا في بيروت تعمل مع فرنسا وآخرين إلى فرض عقوبات على أفراد فاسدين في نظام السياسي اللبناني لأننا نقول بكل وضوح أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم أن ينكذوا لبنان هم اللبنانيون وبخاصة القادة السياسيون اللبنانيون الذين يجب عليهم اتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ بلدهم لذلك هناك مزيج في استخدام الجزرة والعصى وتابع المسؤول أن لدى لبنان الآن حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء نجيم ميقاطي ونحن على اتصال الوثيق معه متحدثا عن زيارة وكيلة وزارة الخارجية لشؤون السياسية فيكتوريا نولند إلى بيروت كما زيارة كبير المستشارين لأمن الطاقة العالمي في وزارة الخارجية عاموس هوكستاين إلى بيروت وأوضح أن هوكستاين عمل على صفقة غاز مهمة جدا بين مصر ولبنان بدعم من البنك الدولي وهي قيد التنفيذ ونعتقد أنها مهمة جدا للحفاظ على الاستقرار ومحاولة إخراج لبنان من الأزمة التي يعيشها كما أكد أن هناك الكثير من العمل الذي يجري خلف الكواليس حول لبنان بينما نمضي قدما ترجمة نانسي قنقر